تصفيات كأس إفريقيا المغرب 2025 هقولك في الفيديو ده على نتائج مباريات الجولة الثانية بالكامل ترتيب المجموعات بالكامل بعد انتهاء الجولة الثانية مواعيد ومباريات الجولة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله من فضلكم لايك للفيديو وكتب لي في التعليقات من أين تتابع القناة المجموعة الأولى اللي بتضم تونس ومدغشكر وجزر الكمر وجنبيا لعبنا في هذه المجموعة جولتين في الجولة الأولى تونس بتفوز على مدغشكر واحد مقابل لاشي في نفس الجولة جزر الكمر وجنبيا تعادوا الإيجابي واحد مقابل واحد عشان نروح للجولة الثانية تونس بتفوز على جنبيا اتنين مقابل واحد ومدغشكر وجزر الكمر تعادوا الإيجابي واحد مقابل واحد ليصبح ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية مباريات الجولة الثانية تونس في الصدارة 6 نقاط جزر الكومر في المركز الثاني نقطتين جامبيا نقطة واحدة ومدغشكر نقطة واحد الجولة الثالثة ان شاء الله في شهر اكتوبر الشهر القادم تونس ضد جزر الكومر ومدغشكر ضد جامبيا بالنسبة للمجموعة الثانية اللي بتضم المغرب والجابون وجمهورية افريقيا الوسطى وليسوتو المجموعة دي لعبنا في الجولة الاولى مبارتين المغرب والجابون وفوز المغرب على الجابون اربعة مقابل واحد في نفس الجولة افريقيا الوسطى فازت على لسوتو تلاتة مقابل واحد رحنا للجولة التانية المغرب بيفوز على لسوتو واحد مقابل لاشيء ومنتخب افريقيا الوسطى خسارة من الجابون صفر مقابل اتنين لازبح الترتيب للمجموعة الثانية بعد الجولة الثانية المغرب في الصدارة 6 نقاط افريقيا الوسطى في المركز الثاني 3 نقاط الجابون في المركز الثالث 3 نقاط لسوتو بدون نقاط في المركز الرابع موعد الجولة الرابعة ومبارياتها ان شاء الله في شهر اكتوبر القادم المغرب في مواجهة افريقيا الوسطى والجابون في مواجهة لسود نروح للمجموعة التالتة اللي بتضم مصر والرأس الاخضر وموريتانيا وبوتسوانا لعبنا في الجولة الاولى مبارتين مصر ضد كاف ذردي 3 مقابل اشيء وموريتانيا ضد بتسوانا 1 مقابل اشيء في الجولة التانية النهاردة مصر بتفوز على بوتسوانا 4 مقابل اشيء وموريتانيا وخسارة من كاف ذردي 2 مقابل اشيء نصبح ترتيب المجموعة التالتة مصر في الصدارة 6 نقاط الرأس الاخضر 3 نقاط موريتانيا 3 نقاط وبوتسوانا بدون نقاط الجولة التالتة ان شاء الله في شهر اكتوبر مصر ضد موريتانيا والرأس الاخضر ضد بوتسوانا ده بالنسبة للمجموعة التالتة بالنسبة للمجموعة الرابعة اللي بتضم نيجيريا وليبيا وبنين ورواندا في الجولة الاولى ليبيا ورواندا واحد واحد ونيجيريا وبنين تلاتة مقابل اشياء رحنا للجولة التانية نيجيريا ورواندا صفر مقابل صفر وبنين منذ قليل بتفوز على ليبيا اتنين مقابل واحد لاصبح الترتيب نيجيريا اربع نقاط بنين تلات نقاط رواندا نقطتين وليبيا نقطة واحد الجولة الثالثة نيجيريا ضد ليبيا وبنين ضد رواندا بالنسبة للمجموعة الخامسة اللي بتضم الجزائر وغيني الاستوائية وتوجو وليبيريا في الجولة الأولى الجزائر فاز على غينية الاستوائية 2-0 وتوجو وليبيريا 1 مقابل 1 رحنا للجولة الثانية النهاردة الجزائر وليبيا 3 مقابل لاشاء وغيني الاستوائية وتوجو 2 مقابل 2 لأصبح الترتيب الجزائر 6 نقاط توجو نقطتين غيني الاستوائية وليبيريا نقطة 1 الجولة الثالثة في شهر أكتوبر الجزائر ضد توجو وغين الاستوائية ضد ليبيريا المجموعة رقم ستة اللي بتضم غانا وأنجولا والسودان والنيجر لعبنا في الجولة الأولى مبارتين السودان والنيجر واحد صف وأنجولا وغانا واحد صف الجولة الثانية السودان وأنجولا أنجولا بتفوز على السودان اتنين واحد والنيجر وغانا واحد واحد لو اصبح الترتيب أنجولا ست نقاط السودان تلت نقاط والنيجر نقطة واحدة وغانا نقطة واحد الجولة الثالثة في شهر اكتوبر غانة ضد السودان وانجولا ضد النايج المجموعة السبعة اللي فيها كوتيفار والزامبيا وسيريليون وتشاد في الجولة الاولى سيريليون وتشاد صفر صفر وساحل العاج ضد زامبيا اتنين مقابل لاشيه في الجولة التانية ساحل العاج بتفوز على اتشاد اتنين مقابل لاشيه وزامبيا بتفوز على سيريليون تلاتة مقابل اتنين لصبح الترتيب ساحل العاج ست نقاط زنبيا ثلاث نقاط سيريليون نقطة واحدة وتشاد صفر من النقاط الجولة الثالثة في شهر اكتوبر صحل العاج ضد سيريليون وزنبيا ضد تشاد بالنسبة للمجموعة رقم 8 اللي بتضم الكونغو الدموقراطية وتنزانيا وإسيوبيا وغينيا لعبنا في الجولة الاولى مبارتين تنزانيا وإسيوبيا صفر مقابل صفر والكونغو ضد غينيا واحد مقابل لاشي الجولة الثانية تنزانيا وغينيا اتنين مقابل واحد والكونغو ضد أسيوبيا اتنين مقابل لاشي لوصبح ترتيب المجموعة رقم 8 الكونغو 6 نقاط تنزانيا 4 نقاط إسيوبيا لقطة واحدة وغينيا صفر من النقاط الجولة الثالثة ان شاء الله في شهر اكتوبر الكونغو ضد تنزانيا وغينيا ضد إسيوبيا بالنسبة للمجموعة رقم 9 اللي بتضم مالي وموزنبيك وغينيا بيساو وإسواتني في الجولة الاولى لعبنا مبارتين غينيا بيساو ضد إسواتني واحد مقابل لاشي ومالي ضد موزنبيك واحد مقابل واحد في الجولة الثانية مالي وإسواتني واحد مقابل لاشي وموزنبيك وغينيا بيساو اتنين واحد لوصبح ترتيب المجموعة رقم 9 موزنبيك 4 نقاط مالي 4 نقاط غينيا بيساو 3 نقاط وإسواتني صفر من النقاط الجولة الثالثة ان شاء الله مالي ضد غينيا بيساو وموزنبيك ضد إسواتني المجموعة رقم 10 اللي بتضم الكاميرون وجامبيا وكينيا وزمبابوي بتأسف الكاميرون وناميبيا وكينيا وزمبابوي الجولة الاولى لعبنا مباراتين كينيا ضد زمبابوي 0 مقابل 0 والكاميرون ضد ناميبيا 1 مقابل لا شيء في الجولة التانية الكاميرون وزمبابوي 0 مقابل 0 وكينيا ضد ناميبيا 2 مقابل 1 لصبح ترتيب المجموعة رقم 10 كينيا 4 نقاط الكاميرون 4 نقاط زمبابو نوتوتين وناميبيا بدون نقاط الجولة الثالثة الكاميرون ضد كينيا وناميبيا ضد زمبابو المجموعة رقم 11 اللي بتضم جنوب افريقيا وأوغندا والكونغو وجنوب السودان لعبنا في الجولة الاولى مبارتين الكونغو ضد جنوب السودان 1-0 وجنوب افريقيا ضد اوغندا 2 مقابل 2 في الجولة الثانية جنوب افريقيا ضد جنوب السودان 3 مقابل 2 وأوغندا ضد الكونغو 2 مقابل لأسبح ترتيب المجموعة رقم 11 أوغندا 4 نقاط جنوب إفريقيا 4 نقاط الكونغو 3 نقاط وجنوب السودان 0 من النقاط الجولة الثالثة إن شاء الله جنوب إفريقيا ضد الكونغو وأوغندا ضد جنوب السودان بالنسبة للمجموعة رقم 12 والأخيرة اللي بتضم السنغال وبركينة فاسو وملاوي وبروندي بروندي وملاوي في الجولة الأولى 3 مقابل 2 والسنغال بتتعادل مع بوركينة 1 مقابل 1 في الجولة الثانية السنغال بتفوز على بروندي 1 مقابل لاشيء وبركينة بتضرب ملاوي بنتيجة كبيرة وقت تسجيل هذا الفيديو كانت النتيجة 3 مقابل لاشيء لأصبح ترتيب المجموعة رقم 12 بوركينة 4 نقاط السنغال 4 نقاط وبروندي 3 نقاط وملاوي 0 من النقاط بالنسبة لجولة الثالثة السنغال وملاوي وبركينة ضد بروندي ده بالنسبة لترتيب المجموعة رقم 12 وترتيب كل المجموعات نتائج مباريات الجولة الثانية موعد وموعيد المباريات مباريات الجولة الثالثة بالتوفيق إن شاء الله لكل منتخباتنا ويتأهل أكبر عدد إلى كأس الأمم الإفريقية النسخ 35 بالمغرب 2025 في آخر الفيديو بتمنى عمل لايك للفيديو اشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته